اشتركوا في القناة يا زيد خلينا نكمل هنا يبقى لما أنا بدأت الأفرج الأولانية بينفز لي الثلاث سطور دول ماشي أول ما دخل الرقمين أربعة وستة يروح طبيعي لي السطر ده اللي هو جا أفرج إيز ويروح جامع وآسم جامعهم وآسمهم على اتنين ويتطلع للنتيجة دي طيب لما أنا أنادي على الأفرج تاني يبقى برضو هيطلب مني أدخل رقمين تانيين وهيطلع للأفرج بتاعه طيب فهمت حاجة من الحصل ده أنا بمثل يعني هو اختصار للوقت واختصار للكود اللي هتكتبه يعني أنت دلوقتي لو أنا فضلت لو أنا عايز الأفرج لعشر أرقام يعني معنى ذلك أن أنا لازم أحط الأكواد دي كده خمس مرات عشر أرقام لما أتدخل في كل مرة الرقمين يعني أعايز تحط الكود ده خمس مرات فأنا ما عملتش كده أنا أعرفته مرة واحدة وأقدر أنه دي مرتين ثلاثة أربعة خمسة زي ما أنا عايز هل دي فيها مشكلة بالنسبة لك؟ أه لا طيب ممتاز جدا طيب هل دي بص إحنا تعاملنا أو نقدر نقول أنه مش دي المسود الوحيدة اللي انت تعاملت معها أو شفتها انت تعاملت مع مسود تاني قبل كده بس دي كانت مسود جاهزة الجافا إدها لك تستخدمها فاكر دي فاكر الإجزامبل اللي انت عملته بسهولة دي برضو مسود مسود بتديها حاجة وترجع لك دي كان بترجع لك إيه فاكر ترجع لك جميل جدا جميل جدا ترجع لك القوة صحيح والسكورتي الجذر جميل يعني انت بتدير حاجة وتطلع لك حاجتين اه ممتاز طيب بص يا حبيبي هنا دي احنا عرفك على مسود مختلفة شويتين المسود هنا بتقول ايه احنا عرفنا سترينج قبل كده انت عارف ده معناها ايه وين ايه ايه اللي هو السطر اللي هو يعني يطبع اللي هو سترينج اللي هو ما هو يعني ما هو رجمه ما هو شي ايه نص سترينج يعني نص 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 تمام هو عرف متغير اسم نيم واحد وحط جوا اسم وعرف متغير اسم نيم تو وحط جواها سارة يبقى عنده نيم واحد متغيرين ونيم اتنين تمام في اداة الجافا بتوفرها لك او ميسود الجافا بتوفرها لك اسمها لانس اللانس دي اهي بص كنا ادي اللينس لما يكون عندك متغير من النوع النص اللي هو نيم واحد ده وتحط دوت لينس وتفتح كسين يقوم يعدي لك كم حرف في الاسم بص جون فيه كم حرف جون اربع جميل وصارة خمس جميل يعني انا لما لما نديت على نيم واحد مع اللينس رجعت لي اربعة ولما نديت عن نيم اتنين مع اللينس مع الميسود اللي اسمها لينس رجعت لي خمسة يبقى اذا هل انا عارف اللينس دي معاملها definition بتعد الكاركتر جوه ازاي؟ طبعا اكيد بتاخد تحت ربع خطوات يعني اكيد بتاخد عدد معامل الاكواد عشان تقدر تطلع تعدلي الكاركترز او الحروف اللي جوه صح؟ بس انا ما شغلتش بالي هي معمولة ازاي؟ انا عارف ان في حاجة اسمها لينس ممكن استخدمها مع السترينج واستخدمتها وطلعت لي الناتج اللي انا عايزه هل انا شغلت بالي الباور او القص الفونكشن جوه او الميسود جوه مكتوب فيها ايه؟ انا ما شغلتش بالي وهكذا برضو يا زيد اللي هيستخدم الميسود اللي اسمها average مش هيقلق قوي انه هي مكتوبة ازاي؟ هو عارف ان فيه ميسود اسمها average وتاخد رقمين وتديه الناتج معمولة او معمولها definition ازاي؟ هو ما يشغلش بالي مش مشكلته هو لي انه هو عايز لو عايز يجيب average رقمين ينادي على الميسود اسمها average وبس فهمت بقى؟ يعني اذا الميسود دي كل ما يكون منها موجود كتير منها تسهل لي الوقت بتاعي وتختصر لي الوقت انا لو عايز ارفع رقم لقص ماشي؟ لقص اتنين قص تلاتة انا لازم قاعد اكتب يعني سطور كتير من البرمجة لكن طالما عندي function جهزة او ميسود جهزة فاذا انا مش محتاج اقلق انا هستخدم الميسود وهي هتطلع لي هديها رقمين اللي هو الباور دي اتنين قص اتنين وهي هتتصرف صح كده يا يزيد وانا انا غلطان لا صح جميل طيب بص يا يزيد برضو فيه ميسود تانية يعني يعني الجافا مليان ميسود مع الوقت انت هتبتدي تعرفهم واحدة ورا التانية هو عرف لك هنا انتجر بيقول لك الاي بتسوي عشر ماشي يا يزيد عشر جميل وراح معرف متغير اسمه اس اللي هو string من النوع نص يبقى ده انتجر يعني ده رقم وده نص وقال لك ايه بقى يا يزيد هو عايز عايز يحول المتغير اللي هو number ده او رقم عايز يخزنه في صورة نص معناه ايه يعني يحطه ما بين double quotation كده طيب فيه اداة تعملي الكلام ده اه فيه اداة فيه اداة اسمها string dot value of وتحط وتديلها الرقم اللي انت عايز تحوله النص وهي تطلعه لك نص بالوان زادة كده فاذا الرقم ده لو احنا حاولنا نعمل عليه ايه عمليه حسابية مش هيرد عارف ليا يزيد string s string s لو انا حاولت عليها عملية حسابية هينفع ولا لا لا لانه string يعرفه كنص والنصوص ما بيتعملش عليها علامة ما بيتعملش جامعة او ضربة او اسمها صح هي جميل حتى لو رقم يعني صح حتى لو رقم فعلا خليني اشارك معاك ده بص دي امثلة بقا حية بتعمل وظائف مختلفة بص الميسود دي كده في حقيقة نوعين من الميسود انا لازم اعرفك عليهم شايف الميسود دي يا زيد انا اديتها اسم ايه يا زيد في رأيك كده احنا شايف ادي فتحة الكيرلي بريس وده افلت جميل ده اسمها اسم بتاعها صح طيب شفت انا نديت عليها ازاي ايه طيب فيها صعوبة ان انت يعني دلوقتي لو انت عرفت الطريقة وحفظتها هل الكلام ده متكرر يعني انت شفته لما احنا كنا بنتكلم على الافرش public static void الكلمة دي ثابتة صح والكيرلي بريسس او البركت المفتوح ده والمقفول ثابت برضو ما تغيرش اللي تغير هنا اسم الميسود صح كده طيب لما قال لي print message هو عمل ايه جوه جوه الميسود دي عمل ايه شايف كده السطر ده اوكي شايف طيب فاهم هو بيعمل ايه ازاي اوه لا طيب بص هو السيستم دوت او دوت برينت لاين يعني بقوله يعني من اطباع اطباع لي الرسالة دي على الشاشة this is a procedure ورح رح هو اول ما نديت هنا كده رح طبيعها لي هنا شفت كده يعني وظيفة الميسود دي انه يطباع لي السطر ده على الشاشة بس كده هل دي واضحة ولا فيها مش كده صعبة طيب جميل جدا طب في احنا ممكن نلاقي طريقة تانية نعمل بيها ميسود زي كده لما عملنا في الماس مثلا دوت دوت باور كده لما رفعنا للقص ان احنا الميسود دي ما بتاخدش اي حاجة خلص مني انا بس بناديها والقصين فضين هنا وبترح مرجع لي الطباعة دي بالمنظر ده كده طب لو انا حبيت اعمل ميسود اذكى شوية طيب ايه الزكاء اللي انا يحده لها هقول لها انا حديك رقمين اجمعهم لي ورجعيني الناتق هديها يبقى الميسود بص كده public static هي هي زيها هنا كده ماشي بس فيه اختلف هنا بدل كلمة integer هنا كده void هقول لك ليه دلوقتي والاسم هو هو وفتح كلمة وقفلها بس ادى هنا حكتين متغيرين طيب كالكوليت سامده في رأيك بيعمل ايه يجمع يجمع ارقام يجمع رقمين صح كده ايه او عدة او عدة ارقام صحيح ماشي طيب في كلمة جديدة علينا كلمة return اجمع خمرتين يعني لا كلمة return دي مش اجمع خمرتين كلمة return بتقول اجمع دول ورجحهم يعني رجحهم بالمنظر ده يعني بص بص في دي كده ما رجعتش اي حاجة خالص يعني دي ما فاش كلمة return دي اللي عملته انها طبعت حاجة على الشاشة لكن كلمة return دي بتخليك ممكن تحط متغير بالمنظر ده عرفت متغير اسم result ورحت من نادي على كالكوليت سامد كالكوليت سامد بتعملي اي وديتها رقمين هتروح مرجعها لك ناتج الرقمين تجمعهم على بعض وترجعهم لك اما ترجعهم لك تقدر تخزن الناتج اسمه result يعني النتيجة انت خزنتها جوه الزاكرة ومتغير اسم النتيجة تقدر تعمل result تقدر تطبعه بالمنظر ده كده هل حت صعبة ولا يعني مفهومة او لسه انا عرف انها جديدة عليك بس بس فيها فيها تعخيد خفيف يعني مو طب جميل طب مو متقد حسة يعني كنظريا اسهل من امل اسهل من ايه حسة يعني كنظر اسهل اسهل يعني عمل تمام ماشي جميل صحيح صحيح انا فاهم صحيح انت كلامك صح لان انا مقدرش اديك مثال صعب لانك باش هتفهمه يعني كبداية عشان اوصلك المعلومة لازم اديك مثال سهل للاول انا فاهم طبعا انه مش كل الامثلة اللي انت هتحلها او الاكسرسايز العامل اللي هتحله هيكون سهل مفهوم بس عشان اوصلك المعلومة لازم يكون سهل في الاول بس صدقني سنة سنة يا زيد الكلام ده بالنسبة لك هيكون يعني بتعمله انت اصلا فتحين وقافل اي اه تمام طيب بس الاول فهمت كلمة return دي بتعمل ايه طيب هسألك سؤال لو انت جمعت رقمين من النوع انتجر يعني خمسة زائد سبعة انت انت فاكر الاول يا زيد خلينا افكر فاكر الفرق ما بين الدبل والانت اه الدبل يكون فيه كسور والانت ما فيه تمام جميل جدا طيب لو انا جمعت رقمين مفهومش كسور اه لما يرجع لي النتيجة هيكون فيها كسور ولا لا يعني لو جمعت خمسة زائد سبعة النتيج هيبقى فيه كسور دا متوقع لا ولو جمعت خمسة زائد خمسة برضو استحال يكون النات كسور صح كده فاذا انا هنا الانت دي بتحدد ان انت هترجع يعني هترجع من الادا دي او ال ميسو دي لما تجمع رقمين هترجع انتجر برضو فعشان كده هو راح كاتب هنا انتجر ريزولت ماشي يعني انت لو رجعت هنا دبل يا يزيد لازم انا اخذنها في دبل ما ينفعش اخذنها في انتجر بالمنظر ده كده بص بص كده اهو دبل ثانية هتحط القلم اهو دبل ماشي طب لما رقمين دبل يجي مع بعض الناتج طبيعي يكون دبل ماشي طيب خليني كده اقول ان انا عايز اجمع رقمين دبل تمام كده بص يا سيدي انا هعمل اي دبل او ممكن اقول result واحد للسهولة ماشي واروح the int sum بيسوي result واروح اعمل كده result واحد the double sum يا زيد فهمت حاجة من اللي انا بحاول اعملها دي ولا الدنيا لسه مش سهلة طيب بص يا زيد طيب انا لما جمعت الخمسة والسبعة يا زيد المفروض ان ده يقوم كام خمسة سبعة اتماع طيب بص طبعلي ده بالزبط اهو اتناشر اهو السطر ده طبعلي اتناشر اهو طب لما جمعت الخمسة ونص والسبعة ونص خمسة ونص وسبعة ونص وثبعة فهنا طبعلي تلات عشر بص شف كده اهو طب ايه الفرق يا زيد لو احنا بصيتنا على على السطرين دول ايه الفرق ما بين دول كده وده كده ما في برضه اه الدبل والانتجر ده وده 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 يعني الادا دي هي بتحمل نفس الاسم نفس الاسم يا زيد ماشي بس اللي اختلف افضل افضل سمعك ايه الحين لو عكسنا مثلا الاول حطينا دبل دبل والثاني انتجر انتجر راح مثلا اول ناس بزو هطلع لنا 12 point صفر والثاني راح يطلع لنا 13 دون point صفر تقصد عكسنا فين بس يا زيد وضح لي في اني سطر عايزنا نعكس الحين موحنا اول سطر اللي هو سطر كام زيد اول 11 11 11 من ايو تمام تمام ايه هذا انتجر انتجر بل حطيناه دبل 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 والثاني حطيناه انتجر انتجر الناسج راح يطلع لنا بحطنا 12 point صفر والثاني راح تعنا 13 او بس خد بالك بص يا زيد لا استنى بس انا عايز افهمك انت انا محتاج اوضح لك نقطة انه انه هو هنا الكمبيوتر بيقدر بيقدر يفهم ان لو انت مجيله هنا دبل فهو هيروح على على الفانكشن اللي انت معرفها اللي بتاخد دبل يعني اول هو هيشوف الرقم انت بديه ده ايه ده انتجر ولا دبل هنا حيلاقي انتجر وهنا حيلاقي دبل اول لو انت عكست عكست السطور هنا كده نزلت السطر ده هنا وطلعت السطر اللي تحت فوق ماشي هو العبرة مش بالمكان السطر اللي عبرة مش بالمكان السطر خالص السطر ما بيفرقش حاجة خالص يعني انا ممكن اعمل كده وحط ده تحت كده مش حيفرق خالص في اي حاجة العبرة في ايه العبرة ان الجافة نفسها بتبص انت هنا مدي ايه وهو عارف انه فيه فانكشن اسمها كالكليد صام متعرفه مرتين مرة بدبل مرة بتاخد دبل مرة بتاخد انتجر فيقدر يعرفه من بعض ازاي يبص الرقم اللي انت حطه هنا لو الرقم ده دبل هيروح على التعريف اللي فيه دبل لو الرقم ده انتجر هيروح على التعريف اللي فيه انتجر لو مش فهم الحتة دي انسها خالص ممكن نحط باسم مختلف يعني دي اصلا حتة متقدمة شوية يعني مش معدها دلوقتي انا بس اللي انا عايز اغرفه لك ان انا ممكن اعمل ميسود بالمنظر ده لو كلمة الدبل دي يعني معقدة انسها خالص مش ده الهدف بتاعنا في الحصة دي الهدف ممكن تبقى بعدين يعني دي مش مشكلة خالص لان انا انا قلت طالما احنا اخدناها قلت ممكن ادهالك لكن لو صعبة انسى يعني ناخدها بالتدريج حب حب قول لي ان نمسح كلمة الدبل دي خالص خلينا في الانتجر بس لا لا نكمل انا اراد اراد طيب ماشي الهدف يا زيد زي ما قلتلك انه انا هنا لما بنادي لو انا اديتك انا ممكن اعمل لك وحط هنا يعني بص يا زيد عديك مثال اديت تالتة لو المثال ده صعب لك اداني اقول بص كده بص انا هقول هنا رجع لي string ماشي طيب ده بياخد ايه بياخد string ستني واحد عشان انا بكتب اقلم في ايدي ماشي طيب هل ده مسموح بي اه ينفع بص انا اقولك ازاي ينفع نعم خلينا في حاجة ليها معنا string كده ودي ريزولت اتنين جيب عندنا ريزولت واحد ريزولت اتنين ريزولت تلاتة طيب عايزنين اطباحها بص كده يا زيت انا هطبع طيب شوفي يا زيت دي التلات سطور اللي انا حطتهم فوق بعض اللي هو 36 37 39 هو ده اللي طلق لي لما انا قلت له اجمع لي الاتنين تيكست مع بعض جمع التيكست جمع اي تيكست انهم يحطون يلزقهم في بعض انا دخلت له كامي يا زيت هنا 25 24 حطهم جمع بعض هنا كده بالمنظر ده لزقهم في بعض لان دول يعني نص والنص ما بيتجمعش مفهوم لكن لما لقى يعني دي فاهمها طيب جميل لما لقى ان انا مديه له يعني هو اذا يعني هو عنده يعني عنده بعض الفطنة الجافة نفسها عندها بعض الفطنة انها تشوف وتفهم اللي انت مديه له ده ايه لو مديه له سترينج انا مش كل مرة اخد بالك انا مش كل مرة هاعد اعمل مثل بنفس الاسم انا بس عشان يعني انت احيانيا يا زيد تلاقي نفسك عايز تجمع رقمين دبل ده السبب الوحيد اللي خلني اعملهم بنفس الاسم لكن الطبيعي ان انا بعمل مثل مختلفة في الاسم يعني مثال 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 مختلف خالص دلوقتي انا عايز اضرب رقمين في بعض يا زيد اهو او بلاش اضرب خليني اقول خلينا خلينا نقول multiply ماشي طيب قولي اغير هل ده كده صح هي هذه اي واحد اي سطر من خمسة عشرين لسبعة عشرين بس وش يعني نقصر ملتيبلاي ملتيبلاي يعني عملية ضرب بتديه رقمين يضربهم في بعض خمسة في سبع يعني يعني انا دلوقتي بقى عندي اداء او ميسد ماشي اضرب رقمين في بعض وارجع له الناتج الناتج من نوع ايه من نوع انتجر طيب انا دي عليها ازاي مثال اهو جميل نقدر نقول ناخد دي كده ملتيبلاي ماشي وحطوها هنا في سطر مختلف خالص ادي انتجر result ثلاث بتساوي ملتيبلاي ودخلي اي رقمين يازي خمسة 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 في خمسة جميل ونطبع انا خدت دي المتغير اللي متخزن فيه ناتج الضرب ورحت طبعه وحطيت التكست دي عشان افرقها من التانية خلينا نشوف شفتي يا زيد طبعلي سطر زيادة طبعلي كم جوه يا زيد خمسة عشرين هل ده كده صح طيب لو انا عايز اقسم الرقمين على بعض هل ممكن اعمل حاجة كده اقول divide divide يعني اسم طب ابفوت هنا اغير ايه يا زيد سلاش كده طويلة حاجة جسم جميل طيب بص يا زيد انا عملت مثل تضرب ومثل تقسم ومثل تجمع الانتلوس ومثل تجمع الدبل ومثل تجمع السترينجز شفت انا عمل اعمل دلوقتي يعني انا وممكن تضيف فيها خواص وممكن يعني يعني اذا الموضوع انت تجمع عدد من الاكوات يؤدي وظيفة معينة في حالتنا دي انت ما بجمعش اكوات كتير هو سطر تمام فهمت يا زيد انا ممكن يعني اعرف المثل ازاي وانا ديها ازاي ولا صعبة لسا ديها شوي يعني التقيق بسيط طيب مو بسيط مش انه يعني ماهو مرة يعني معقد جدا طيب ماشي جميل طيب هل ممكن نبص على الكود اللي عندك اللي انت كنت بتحاول تعمله ونشوف ممكن نحاول نبصته ازاي نعم طيب انت ممكن تعمل شير يا ماهو ماذا عندك ميا بتاخد دقيق بس لكن ماشي الحال طيب حين نحن نجفر ونرجع ناته نجديد لانهو مرة من الساعة طيب خلاص ماشي اوكي نقفل ونفتح ماشي ترجمة نانسي قنقر